موسيقى موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن فضلك اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أجري الحق على قلوبنا وألسنتنا يا رب العالمين كما نسألك يا مولانا أن تنصر المسلمين وأن تعلي راية هذا الدين ونسألك يا مولانا أن تدخلنا جنتك من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب بفضلك ورحمتك يا قوي يا متين ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها السادة المشاهدون وأياتها السيدات المشاهدات وأحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حديثنا اليوم عن موضوع عظيم يهم كل مسلم وينبغي أن يهتم به كل إنسان يريد رضا الله تبارك وتعالى هذا الموضوع يتعلق بالأسرة المسلمة وينبغي أن يكون من المعلوم لدى الجميع أن المجتمع المسلم يقوم على أساس عظيم هو أساس الأسرة لا يقوم المجتمع المسلم على فرد وإنما أراد الله تبارك وتعالى لهذا المجتمع المسلم أن يقوم على أساس الأسرة نفهم ذلك من كلمة قالها مولانا تبارك وتعالى في افتتاح سورة النساء حين يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله عز وجل يقول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها النفس الواحدة هي أبونا سيد البشر آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ثم خلق الله عز وجل من آدم زوجه أمنا حواء عليها السلام ليسكن إليها ولتقوم الأسرة التي تسلم لله تبارك وتعالى ليقوم هذا الأساس ولذلك حين أمر الله تبارك وتعالى سيدنا آدم بعد أن خلقه وخلق حواء حين أمرهما بأن يسكن الجنة قال أسكن أنت وزوجك الجنة يعني أنت وزوجك لا غنى لأحدكما عن الآخر كل منكما يحتاج إلى صاحبه لتقوم الأسرة التي تقوم أو التي تنشأ على أساس إرضاء الله تبارك وتعالى وحين حذر الله عز وجل من عداوة الشيطان حذر أيضا الأسرة حذر آدم وحذر زوجه حواء فقال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إذن المجتمع المسلم يقوم على هذا الأساس المتين وهو أساس الأسرة لذلك ينبغي أن تكون الأسرة المسلمة وعية لهذا وينبغي أن تكون الأسرة المسلمة تنشأ على هذا الأساس أن تعلم أن المجتمع لا يقوم إلا على أساس أن تكون أسرة أساسا عظيمة يتوحد ويتأكد بها وحدة بناء المجتمع الأسرة المسلمة تتكون من زوج وزوجة تتكون من رجل وامرأة من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذن فارتباط الرجل بالمرأة أو الذكر بالأنثى سنة إلهية وقانون إلهي وضعه الله في بني آدم بل إن الله عز وجل خلق من جميع المخلوقات أزواجا اسمع إلى قول الله تبخرك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون واسمع إلى قوله سبحان الذي خلق الأزواج كلها إذن فكل المخلوقات من إنسان من حيوان من نبات من جماد كلها خلق الله عز وجل منها أزواجا لكنه فضل بني آدم فضل هذا المخلوق الذي يحبه الله تبارك وتعالى فضله بأن جعل ارتباط كل من الزوجين بالآخر مقننا ومحددا وله ضوابط وله حدود يقوم عليها وهذا هو تفضيل الله عز وجل للإنسان لا سيما الإنسان المسلم لا سيما الإنسان الذي آمن بالله تبارك وتعالى إذن فارتباط الرجل بالمرأة وارتباط الذكر بالأنثى شيء غريزي أو سنة إلهية أقامها الله تبارك وتعالى في بني آدم لكن هذه السنة وهذا الشيء الارتباط ينبغي أن يكون مقننا وينبغي أن يكون محددا كما أرشد إلى ذلك ديننا الحنيف وقد حدد الله عز وجل ذلك بما يسمى بالزواج والزواج هو عقد يربط رجلا بامرأة بضوابط وحدود ينبغي أن يعلمها كل منهما حتى يكون ذلك صحيحا موافقا لشريعة الله تبارك وتعالى ارتبط الرجل بالمرأة تزوج الرجل بالمرأة فبعد ذلك لابد لكل منهما أن يعرف أن له حقوقا وعليه واجبات الرجل والمرأة حين يرتبط كل منهما بالآخر لابد أن يعلم أن عليه حقوق أو أن له حقوق وأن عليه واجبات يأخذ حقوقه ويؤدي واجباته إذا لم يأخذ حقوقه فينبغي أن يطالب بها وأيضا إذا لم يؤدي واجباته فينبغي أن يطالب وأن يعني يسأل عنها لماذا لم تؤدي هذه الواجبات إذن فهناك حقوق للزوجين لكل منهما حق وعلى كل منهما أيضا واجب لذلك قال العلماء إن الحقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هناك حقوق للزوجة على زوجها وهناك حقوق للزوج على زوجته وهناك حقوق مشتركة بين الزوجين لكن يعني ينبغي أن ننوها هنا إلى أن هذه الحقوق لا تذكر لتحفظ أو لا تذكر لتكتب في الكتب ويعني لا يؤديها كل من الزوجين نحو الآخر وإنما ينبغي أن يحفظها كل من الزوجين ويعلمها ويؤديها كما يريد الله تبارك وتعالى لأنه لو أداها ولو عمل بها فستعيش الأسرة المسلمة حياة سعيدة حياة هنيئة حياة كلها حب وكلها إرضاء لله تبارك وتعالى وهذه هي الغاية غاية كل مننا في حياته أن يرضي الله تبارك وتعالى وأن يعيش حياته سعيدا في هناء وفي رغد من العيش هذه الحقوق ينبغي أن يعلمها كل من الزوجين ويطبقها حتى يرضي الله تبارك وتعالى الشيء الأول أو القسم الأول هو ما يجب على الزوجة نحو زوجها يعني هناك حقوق للزوج ينبغي أن تؤديها الزوجة أول شيء ينبغي أن تؤديه الزوجة هو أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى تفضل معنا اتصال فتحي تفضل ألو ألو سلام عليكم تفضل تفضل سؤالك كنت وجاء زرحدة وأعلم معي فاطح أصلا يعني السيد خلاق مع بعض كده أه إما حصل بعد كده أعملت مستحيل مع أخواتها عمل معي يعني كنتين أعمل مبضوط مبضوط أفاجئ بعد ايه هل اتجاوك هل ينفع اللي عملوك معي يعني أنت معلش اتفاجئت بإيه أرجعت أرجعت أرجع أرجعها تاني رضوش أخوات هل أعكبهم معايا لا هو خلاص خلاص أنت طلقتها وهي مش عايزة ترجع لك خلاص هي برضاها مدام أنت مش عايزة ترجع لك خلاص أنت يعني تشكر على أنك عايز ترجعها وتبقي الأسرة ولكن هي مدامة مش رضية أو ما يعني مش مقبلة على أنها ترجع لك خلاص هو دا حقها لكن أنت تشكر على أنك عايز تبقي الأسرة كما هي لكن هي مدامة مش عايزة ترجع خلاص بنقول الحقوق التي تكون للزوج على زوجته أول حق هو أن تطيعه في غير معصية الله يعني ينبغي على الزوجة إذا أمرها زوجها بشيء ينبغي أن تسمع له وتطيع إلا أن يكون هذا في معصية الله يعني لو قال لها افعلي شيئا لا يرضي الله هذا يعني يحق لها في هذه الحالة أن تقول له لا لكن إذا أمرها بشيء من المباحات أو إذا أمرها بشيء من المستحبات أو إذا أمرها بشيء من الواجبات في الشرع لا ينبغي أن تقول له لا وإنما ينبغي أن تسمع له وتطيع ونفهم ذلك من الحديث الذي يرويه سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير من زوجة صالحة الزوجة الصالحة أول صفة لها يقول إن أمرها أطاعت يعني أول شيء في معيار الصلاح بالنسبة للزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله طيب الحق الثاني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإن نظر إليها سرت يعني ينبغي للزوجة أو ينبغي على الزوجة أن تتزين لزوجها أن تتزين لزوجها في البيت حتى إذا ما نظر إليها يعني يدخل عليه السرور ولا ينظر إلى غيرها ولا ينظر إلى المحرمات فينبغي أيضا هذا حق من حقوق الزوج على زوجته ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أقسم عليها أبرت يعني إذا حلف أن تفعل شيئا ينبغي أن تحافظ أو أن تحرص الزوج على أن يكون يمين هذا الزوج نافذا وأن تفعل ما أقسم عليه هذا الزوج ثم يقول وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله يعني إذا غاب عنها لسفر أو يعني لبعد ما ينبغي عليها من حقوقه أن تحفظه في نفسها وفي ماله يعني ألا تنفق من ماله إلا بعد أن تعلمه ينبغي أن تحافظ على شرفه ينبغي أن تحافظ على عرضه هذا من حقوق الزوج على زوجته ينبغي أيضا من معايير الزوجة الصالحة أنها تحرص على زوجها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا نساء قريش قال خير من ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن لزوج في ذات يده أو كما قال صلى الله عليه وسلم نساء قريش مما كن يمتدحن به أنهن يحرصن على أزواجهن في أموالهم في شرفهم في عرضهم يحرصن على ذلك من الحقوق أيضا ينبغي أن تعلم المرأة أنها راعية ومسؤولة عن رعيتها تزوج رجل بامرأة وعندهم أولاد فلتعلم المرأة أنها مسؤولة عن إقامة هذا البيت وعن حسن تربية هؤلاء الأولاد ويعني ليعلم الجميع أن المرأة لها دور كبير في التربية المرأة لها دور كبير ما تربي عليه أبناءها يعني ينشأ هؤلاء الأبناء ويصلحون المجتمع إذا كانت التربية حسنة وإذا كانت التربية سيئة وغير حسنة ينشأ جيل غير نافع للمجتمع وهذا لأن المرأة هي الموجودة مع الأولاد في الغالب يعني المرأة هي الموجودة في غالب الوقت مع الأولاد لأن المرأة في البيت والأولاد في البيت فالمرأة هي التي تعلمهم الأخلاق هي التي تنشئهم على الشيء الصحيح الذي يرضي الله تبارك وتعالى لأن الأب غالبا يعني يذهب إلى عمله يذهب ليطلب الرزق ليسعى على الرزق فينشغل عن ذلك ولكن المرأة نظرا لطول بقائها مع الأولاد ولمدة بقائها مع الأولاد الطويلة فهي ألسق بهم وأقرب إليهم من الأب فلذلك ينبغي أن تعلم المرأة أنها مسؤولة عن تربية هؤلاء الأبناء وعن حسن هذه التربية معنا اتصال لأستاذ محمد من كفر الشيخ قالوا السلام عليكم السلام عليكم خلاص اتصل الخط انقطع اتصل بنا تانية أستاذ محمد فكما قلنا المرأة مسؤولة عن حسن تربية أبنائها وأولادها المرأة كذلك ينبغي أن تحافظ على أسرار بيتها يعني ينبغي أن تحافظ على أسرار بيتها ولا تفشيها لأحد ويعني لأن طبيعة النساء كثرت الكلام فيعني قد تجدر المرأة إلى ذكر أشياء في بيتها لا يريد الزوج أن يعلم بها أحد فينبغي أن تحاول المرأة محاولة شديدة في أن لا تفشي أسرار بيتها كذلك ينبغي على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها وأن تقوم بخدمة من يريدهم منها أن تخدمهم أيضا هذا من الحقوق التي تكون للزوج على زوجته هناك حقوق للزوج قلنا للزوجة على زوجته هناك حقوق للزوجة أيضا على زوجها وهذا الموضوع يعني نرجو من الناس أن ينتبهوا إليه لأن يعني كل واحد يعني تقول له إن لزوجتك عليك حقا فتجده يقرأ قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء معنا اتصال الأستاذ أمل ألو ألو السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك فيك تفضلي السلام تفضلي الزوجي بيخاصمني كده من غير سبب من غير سبب زوجي آه من غير سبب إزاي يعني ما أكيد أنت فعلتش يعني مشكلة صغيرة ممكن يخاصم إجبارك آه طب وإنت ليه تخلقي المشكلة الصغيرة دي على الأولاد إن ضربت عايلي آه حاولي تتجنبي إنت عارفة خلاص عرفت اللي بيزعله آه حاولي إنك تتجنبيه يعني إنت عرفت اللي بيزعله حاولي إنك ما تعملهوش حاولي إنما تيجي تعقب مثلا حاولي إنما تيجي تعقب مثلا أولادك آه عقبهم في وقته هو مش موجود فيه يعني إنت برضو حاولي إنك مدام هو بيخاصمك على أسباب زي دي يعني أسباب صغيرة زي ما أنت بتقولي حاولي إنك تتجنبيها شكرا شكرا نرجع لحقوق الزوجة على زوجها وقلنا أن بعض الناس تخاطبهم وتكلمهم يعني هو عايز يأخذ حقه بس يعني الزوج عايز يأخذ حقه وتقول له إن لزوجتك عليك حقا يعني يقرأ آية الرجال قوامون على النساء ويقول يعني الرجل قوام على المرأة وهو الذي له كل الحقوق وهو الذي يسود البيت ولا كلمة إلا له وهكذا ينبغي أن يعلم كل من يقول هذا الكلام أن هذا الكلام غير صحيح وأن قوامة الرجل على المرأة إنما هي تكليف وليس تشريف يعني كل الناس يظنون إن القوامة دي شيء من التشريف يعني أنا الرجل أنا صاحب البيت أنا قائد البيت أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لا هذه القوامة إنما هي تكليف الله عز وجل يقول بما أنك رجل و بما أنك الذي تخرج و تسعى و تفعل و تأتي بالرزق و هكذا فأنت مكلف أن تكون قواما على المرأة بأن تحميها و تحفظها أنت مكلف أن تكون قواما على المرأة بأن تبعد عنها كل الشرور لكن ليس معنى هذا أن لك زيادة كبيرة تخولك بأن تتحكم في البيت أو تخولك بأن تكون صاحب الكلمة الأولى و الأخيرة لا أنت لك حقوق ينبغي أن تأخذها و لكن أيضا عليك واجبات ينبغي أن تعطيها لزوجتك و ينبغي أن تقوم بها نحو زوجتك من الحقوق التي تكون للزوجة على زوجها أول حق أن يعاشرها بالمعروف أن يحسن عشرتها و هذا ما قاله لنا مولانا تبارك و تعالى في كتابه و عاشرهن بالمعروف كلمة ينبغي أن يضعها كل زوج أمام عينيه دائما و عاشرهن بالمعروف لأن المعاشرة بالمعروف شيء أمر أمر من الله تبارك و تعالى يعني يجب عليك أن تفعل هذا يجب عليك أن تحسن عشرتها و تكون حسن الخلق معها فإن كريهتموهن فعسى أن تكره شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني عشرتك بالمعروف حتى يعني إن كان عندك شيء من الكره نحو هذه المرأة فعسى أن تكره أو عسى أن تكره هذه الصفة من المرأة أو أن يكون في قلبك شيء من هذه المرأة عسى أن يكون في قلبك هذا الشيء و لكن في هذه المرأة الخير كثير لك و لذلك يعني ربنا تبارك و تعالى قال و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و كثير مننا أو يعني كلنا لا يحب أن يأخذ الدواء و لكن الدواء فيه الشفاء فينبغي عليك أن تعاشر زوجتك بالمعروف و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يعني ليس الكره على الدوام و ليس الحب على الدوام أيضا يعني الحياة تسير بين هذا و هذا تسير بين هذا و هذا فينبغي أن تحسن معاشرة المرأة ما دمت قد أتممت هذا العقد عقد الزواج و ما دمت قد رضيت بما تم في هذا العقد ينبغي عليك أن تحسن معاشرة المرأة كذلك ينبغي على الرجل من الحقوق الصداق و هو ما يسمى بالمهر أيضا هذا حق خالص من حقوق المرأة و من حقوق الزوجة و لذلك قال الله تبارك و تعالى وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً صَدُقَاتِهِنَّ يعني هذا الصداق ملك خاص للمرأة لا تدخل لأحد فيه لا لأبيها ولا لأمها ولا للزوج ولا لأي أحد هذا الصداق و هذا المهر خاص بالمرأة لذلك الله عز وجل نسبه إليها وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً يعني عطية و هدية و هبة من الرجل للمرأة و لا يحق لأي أحد أن يتصرف في هذا الصداق و هذا المهر بالتنازل أو بالأخذ أو بكذا لا يحق هذا يعني لا يحق للأب أن يقول أنا سأتنازل عن المهر الذي هو لابنتي سأتنازل عنه و سأجوجك ابنتي من غير ما أصلاً هذا ليس حق لك هي إن قالت فهو حقها هي حرة لكن هذا ليس حق للأب ولا حق للأم لذلك الله عز وجل ماذا قال بعد هذه المقطوعة من الآية قال وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا يعني لا بد أن تطيب نفس المرأة صاحبة الصداق بهذا الصداق أو بشيء منه لا بد أن تطيب نفسها بأن تتنازل عنه أو تتنازل عن شيء منه إن لم تطب نفسها و إن لم ترضى بالتنازل عن شيء منه أو عنه فلا يحق لأي أحد أن يسحب هذا الحق من المرأة هذا حق أيضا ينبغي أن يكون للزوجة على زوجها من الحقوق التي ينبغي أن تكون للزوجة على زوجها أيضا الإنفاق أن ينفق عليها حتى لو كانت هذه المرأة غنية حتى لو كانت غنية و لا تحتاج إلى إنفاق الزوج عليها لا هذا حق أوجبه الله عز وجل في شريعته على الزوج نحو زوجته و لذلك الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم و بما أنفقوا من أموالهم يعني النفقة الزوج على زوجته واجبة و قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته و قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذه آيات تدل على أن الزوج ينبغي عليه أن ينفق على زوجته حتى ولو كانت زوجته غنية و معها مال أو حتى لو كانت تعمل حتى لو كانت تعمل بشرط أن لا يطغى عملها على مهماتها الزوجية يعني هي تعمل نعم ولكن ينبغي أن لا يطغى عملها على أداء حقوق زوجها عليها فينبغي على الزوج أن ينفق على زوجته حتى ولو كانت غير محتاجة إلى هذه النفقة من الحقوق أيضا ينبغي على الزوج أن يكون دائما يجبر خاطر زوجته و جبر الخواطر هذا أمر مهم و عبادة عظيمة كثير مننا يتركها كثير مننا يترك هذه العبادة العظيمة يعني الإنسان دائما يحب الكلمة الحسنة الإنسان حين يفعل شيء أو حين يقوم بشيء أو حين يعني يتصرف تصرف يحب أن يسمع كلمة حسنة لا سيما المرأة تحب أن تسمع كلمة حسنة فينبغي على الزوج دائما أن يكون في جبر خاطر زوجته و هذا أمر يعني كثير من الرجال قد يعني يقول يعني أنا لا أقول أنا شديد دائما أنا ينبغي أن أشتد على زوجتي ينبغي أن أكون يعني في الشدة حتى يعني تسمع كلامي لا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا و إنما كان يعني دائما يجبر خاطر زوجاته صلى الله عليه وسلم يعني السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتسابق معها كان يتسابق معها يعني مرة قال لها يعني أن يتسابق فسبقته أولا السيدة عائشة سبقت رسول الله ثم في مرة أخرى تسابق فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائش هذه بتلك يعني المرة هذه بالمرة التي سبقت يعني أنا سبقتك مرة وأنت سبقتني مرة فمن باب جبر الخواطر الرسول صلى الله عليه وسلم كان هكذا مع زوجاته الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مهنة أهله يعني كان يخدم أهله سئلة السيدة عائشة سألها الأسود قال لها كيف كان رسول الله في بيته قالت له كان يقوم في مهنة أهله أو في مهنة أهله حتى إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة يعني كان يخدم أهله ويفعل معهم أشياء البيت التي يعني قد يستعيب كثير من الرجال اليوم فعلها كان رسول الله يعني يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأشياء ولا يعني يستعيبها لأنه أيضا من باب جبر الخاطر يجبر خاطر زوجاته فينبغي أن يقتدي به كل مسلم ينبغي أن يقتدي به كل مسلم وهذا هو المأمول يعني هذا هو المأمول أن يعني ينطبق هذا الحق بالذات يعني حق جبر الخواطر ينبغي أن ينطبق بين كل من الزوجين يعني برضو الزوجة ينبغي أن تجبر خاطر زوجه وإذا فعل شيئا جميلا أيضا تقول له يعني شكر الله لك تدعو له يعني تقول له كلاما جميلا أيضا كما أن المطلوب من الزوجة أن يقول لزوجته كلاما جميلا كذلك ينبغي على الزوجة أيضا أن تقول هذا الكلام الجميل من الحقوق أيضا ينبغي على الزوج نحو زوجته كما قلنا إن الزوجة ينبغي أن تحفظ أسرار بيتها ولا تذكر شيئا من العيوب في زوجها كذلك ينبغي على الزوج أن يحفظ أسرار بيته ولا يذكر شيئا من عيوب زوجته ينبغي عليه ذلك فينبغي على الزوج أن يمتثل ويلتزم بهذا الحق أيضا من الحقوق التي نريد أيضا من الزوج أن يفعلها أن يكون الزوج أيضا سهلا في التعامل يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير ويأخذ رأي زوجاته في شؤون البيت فينبغي أيضا على الزوج أن يستشير زوجته في شؤون بيتها ينبغي أن يأخذ برأيها إن كان صوابا أخذ به وإن كان جانبه الصواب في رأيه فينبغي أيضا أن يشكرها على هذا ويشكرها على الإسهام برأيها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته ومن ذلك أنه خيرهن يعني حين أتينا إليه يطلبنا متاع الحياة الدنيا خيرهن بعد أن نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدل المحسنات منكن أجرا عظيمة فخيرهن جعل لهن الرأي جعل لهن الرأي أن يخترن بين الدار الآخرة وبين متاع الحياة الدنيا وزينتها فأيضا ينبغي على كل زوج مسلم أن ينتهج هذا وأن يعني يستشير زوجته فيما يخص البيت وقد يستشير زوجته أيضا في أشياء يعني تخص حياته أو تخص شيئا في عمله مثلا قد تشير عليه بشيء جيد الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان ذاهب إلى فتح مكة ففي عام الحديبية لم تفتح مكة فحزن الصحابة ورسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا من الإحرام للعمرة فالصحابة يعني لم يتحللوا يعني صعب عليهم وشق عليهم أن يعني يكون بينهم وبين مكة مسافة قصيرة ثم يذهبون من غير أن يؤدوا العمرة صعب عليهم هذا فرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك يعني قال لهم تحللوا ولم يتحللوا من العمرة من الإحرام بالعمرة فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك شق عليه الأمر ويعني المسلمون لم يطيعوا رسول الله هذا شيء يعني شديد وقد ينزل عليهم العذاب بسبب ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل وكانت معه السيدة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجته فسألت يعني ما له مهموم حزين سألت فقال لها ما حدث أمرت المسلمين بأمر فلم يأتمروا ولم يسمعوا فقالت له ألا تفعل يا رسول الله يعني ألا تتحلل أنت تحلق أو تقصر وتتحلل من الإحرام بالعمرة فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحلل من العمر تبعه المسلمون جميعا وكان هذا بفضل رأي السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه هذا من الأخذ برأي الزوجة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي زوجته السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه من الحقوق التي ينبغي أيضا أداؤها حقوق بين الزوجين ينبغي أن يكون كما قلت الحياة قائمة على التسامح وربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن الزواج قال إنه سكن وإنه مودة وإنه رحمة فلا ينبغي أن ننشئ المشكلات على أشياء تافهة صغيرة ينبغي أن تملأ حياتنا هذه الأشياء الثلاثة السكن والمودة والرحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالسكن والمودة والرحمة ينبغي أن تكون في هذه الحياة الزوجية من الحقوق المشتركة بين الزوجين التعاون على إصلاح البيت ينبغي تطبيقا لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى من الحقوق المشتركة بين الزوجين أنه يثبت لكل منهما التوارث من الآخر بمجرد عقد الزواج يعني إذا عقدت الزواج كل منهما يرث من الآخر إذا مات أحدهما من الحقوق المشتركة كذلك أنه تثبت الحرمة يعني الزوجة لا يصح لها أن تتزوج بآباء الزوج ولا بأبنائه لا يصح لها أن تتزوج لا بآبائه ولا بأبنائه وكذلك الزوج لا يصح له أن يتزوج بأم الزوجة أو بأمهات الزوجة ولا ببناتها هذه حقوق ينبغي أن نزين بيوتنا ويعني نعطر ونجمل بيوتنا بها حتى نعيش حياة هنيئة سعيدة حتى تملأ حياتنا المودة والرحمة حتى ننشئ أجيال ترتفع بهذه الأمة مما هي فيه حتى ننشئ أجيال يعني تكون على قدر المسئولية حتى تكون الأسر مترابطة متوادة متراحمة حتى يكون كل من الزوج والزوجة يعيشون حياة لا يعكرها شيء لا يعني يكون فيها شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى هذه الحقوق ينبغي أن تكون موجودة ينبغي أن تزين بيوتنا ينبغي أن نعيش على أساسها وفي طريقها حتى يرضى عننا الله تبارك وتعالى وحتى نحقق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تهنأ بيوتنا وحتى نكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه وحتى يعني نحقق قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وحتى يعني نجعل أو يعني ينتظرنا حتى ينتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض الذي إذا شربنا منه شربة لا نضمأ بعدها أبدا وفي الختام يعني نختم هذا اللقاء بدعوات صالحات فنقول اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وأعنا ولا تعن علينا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وزدنا ولا تنقصنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم طهر من النفاق قلوبنا ومن الرياء أعمالنا واجعلها يا مولانا خالصة لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا يا ربنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنضل ضلالا بعيدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ما ظهر منها وما بطن اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون آمين 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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطوى والصوت في الأمور والاعتدال ديننا ديننا دين السماحة والجمال